السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الاتدائي برايماري فايف ان شاء الله النهاردة يا شباب حنكمل مع بعض يونت او في يونت وان الواحدة الاولى اللي هي بعنوان اه نحن نزرع طعامنا اه درس التاني وحلق درس الاول ان شاء الله في قائمة التشغيل الخاصة بالصف الخامس اتدائي تير مأول الاول قبل ما نكمل او نخش في الشرح ياريت نعمل لايك على الفيديو وصابسرايب في القناة ونفعل الجرس وشير مع الاصدقاء وياريت نكمل الفيديو للاخر عشان نستفاد من الشرح ومنحل الاسئلة على اه درس الكلمات نقرأها مع بعض بسرعة شابينج لست شابينج لست قائمة تسوق قائمة مشتريات شابينج لست شابينج تسوق او مشتريات شابينج لست لست اللي هو معناها قائمة طمعا كيمة ابل قولنا بكذا ابل معناها تفاحة هنضيف قبلها المقطع هتكون كلمة ثمرت انا ناس اخذناها في يونت اه في لسن وان تماتز التماطم تماتز تو ميتز زي كيمة بوتيتوز اخذناها برضو في لسن وان بدل بوتيتز تماتز هنأسمى مقاطع تي او تي اي وبعدين تي او اي اس تماطم ملقى مهلبية المهلبية مهلبية تريدر اللي هو التاجر تريدر نخلي بالنا في النطق احب يا شباب نخلي بالنا نركز في النطق يا شباب عشان نعرف نقرأ صح هنا مش تريدر لأ تريدر 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 يعني تاجر تريدر تاجر باونز جنيهات اخذناها كتيرا بكذا في 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 سنة اولى وفي ثانية وفي ثالثة ابتدائي وفي رفعة كمان كلمة باونز مش باونز لأ باونز هنا جنيهات جوس يعني عصير اخيرة حرف الاي جوس عصير لكن شيء فيه عصير كتير مليان عصير كثير العصارة اقول جوسي عليها جوسي دي صفة دينر وقبة العشا دينر طبعا عندنا اه عندنا بريك فاست فطار و لانش غدا غريبس عنب غريبس بريس السعب بريس هنا البي البي ار مش بريس لأ بريس البي ار مع بعض برا برا وعشان الاي لونج هقول براي وهنا سي نطعها السعب عشان بعدها حرف الاي بريس يعني السعب او الثمن بريس لكن لما اقول بريس بالز يعني جائزة كيلو جرام كيلو جرام الكيلو جرام لك يعني حز اسم حز دي نوعها اسم حز لكن لما اقول لكي يعني محظوظ اصبحت صفة زي دوس دوسي لك لكي فريج تلاجة فريج او ممكن مع ما تاني اه هو ريف ريج ريتر فريج او ريف ريج ريتر تلاجة يعني التحلية يعني الحلو بعد الاكل لكن لما اقول بالاس واحدة بمعنى الصحراء الصحراء لكن الحلو بعد الاكل الى فعال الفعل يحتاج ده فعلي منتظم عشان عشان عاوز اقول في الماضي احتاجة حقول اضيف الفعل يزور ده فعلي منتظم عشان في الماضي زارة عاوز اقول انا زورت لمسلا صحبي ماشي يبقى دول افعال منتظمة عشان في الماضي دفنا لهم اما الفعلي زي ما قلنا في لسن وان فعلي فعلي غير منتظم الماضي من الثوت يعتقد اعتقد او يفكر فكرة مش سينك انا بقول يعني الصوت زي حرف الث في العربي مش 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 حرف الاف لأ مش صوت الفا لأ صوت زي حرف ثا تطلع لسانك آآ لسانك برا آآ برا بقى كلا او بين سنانك يعتقد اعتقد اعتقد يحصل على حصل على يأتي ماضيه كيم اتى دي الفعال غير منتظمة عشان الماضي منها مش مش اخره حيتغير في الماضي زي الفعلي كيم آآ كم يأتي كيم اتى ساي يقول سيد قال عاوز اقدم اقتراح اقترح اه اه شيء على شخص اقول له هاباوت ماذا عن او ما رأيك فيه هاباوت ماذا عن هاباوت مثلا عاوز اقول له واحد مثلا نروح مثلا او هو بيقترح عليها نروح مثلا اه السينما هقول له هاباوت صندي هاباوت صندي يعني اراك في يوم ايه في يوم الحد نروح السينما من الحد هاباوت مثلا اقترح اه اكل او شرب على حد اقول له هاباوت صنم ووتر هاباوت صنم جوس ما رأيك فيه ماذا عن او ماذا ما رأيك في بعض العصير يبه هاباوت في الاقتراح هاباوت او وتباوت هنا هاباوت ان توتل في الاجمالي كليا او اجماليا ان توتل هناك تفضل كله بمعنى تفضل مسلا هقول ها هو قلمك ها هو الاسم النون اي ان كانت حاجة اللي بتكلم عنها ها هو كده انتل افتر الا بعد انتل افتر انتل افتر استمع واقرأ هنا المحطة بين ماركت تشويدر اللي هو البائع اه ومام الام البيع طبعا بيبيع في ابضعته فبيقول بيقول كلام جميل على ابضعته تماطم رائع هنا معناها 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 صفة حلوة يعني تماطم جميلة ها ورائعة come and buy تعالى واشتري بيقول الناس بيلمي الناس حولي عشانه يبيع come and buy تعالى واشتري how about buying some lovely red tomatoes how about قلنا ماذا عن أو ما رأيك how about بعدها لازم فعل في ing how about going how about eating how about playing how about buying how about drinking how about sleeping يبقى how about بعدها فعل في ing how about buying some lovely red tomatoes ماذا عن أو ما رأيكم أو ما رأيك في شراء بعد التماطم الحمراء الرائعة هنا ممكن نقول how about some lovely red tomatoes بنقير buying الام هنا بتقول مام بتقول oh i think we need some i think اعتقد we need نحن نحتاج some tomatoes we need some tomatoes نحن نحتاج بعد التماطم we need some potatoes نحن نحتاج بعض البطاطس we need some cucumbers نحن نحتاج بعض الخيار we need some apples نحن نحتاج بعض التفاع هنا ممكن اي اشيء كلمة بحط بدلها اي نون تاني يمسي مع الجملة how much are they how much بمعنى كم الثمن اسأل عن سعري حاجة اقول how much how much are عشان تكلم عن جامعة tomatoes how much are they كم ثمنهم بيقول أو بيقول لها they are التماطم يعني they are a good price يعني انها بسعر جيد they are a good price اي بيع اي اي حد يبيبع شيء حتى لو الحاجة غالية عنده بيقول الجملة ديت سعرهم سعرهم جميل او قيد they are a good price they are only three pounds they are only three pounds for one كيلو هم يكونوا او ثمنهم ثلاث جنيهات للكيلو الواحد ده كان زمان طبعا دروقتي حوالي خمستاشر شرين جنيه they are only three pounds for one كيلو بتقول المام الام بتقول اوكي سوف اخذ سوف ناخذ هنا او بمعنى سوف بعدها سناخذ سناخذ هناخذ كيلو من فضلك بس انا بيقول احنا قلنا بعد الفعل تعبير على بعضه بمعنى عشان نقدم او نعمل اقتراح بفعل شيء معين قلنا هاوباوت بعدها فعل في اي او اسم بس يعني هاوباوت باين سم كاروت ستو طبعا هو عاوز يبيه حاجة تانية عنده بيقول لها ماذا عن او ما رأيك في شراء بعض القزر ايضا ايضا لا اشكرك ابراهيم بيقول مام يا امي في كاما هنا بمعنى يا من فضلك هل يمكننا هل يمكننا بعد الفارق في مصدر في القملة في القملة الخبرية العادية نحن يمكننا لكن في السؤال هنا بيقولها هل يمكننا هل يمكننا هل يمكننا الحصول على ثمر الناس من فضلك هنا يعني بتفكر نعم ابراهيم ابراهيم في قمة هنا هيا بنا دايما ان يا شباب بعده المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات يعني اصل الفعل شوف هنا عشان فيها بوت لكن بعد الفعل بدون اي اضافات هيا بنا نشار ثمر اناناس غنية بالعصير يعني فيها عصير كتير الجملة البسيطة الجملة اصلها بمساطة يلا نشار انانساية واحدة ثمرة واحدة لكن حضيف صفة للكلمة اناناس يبقى هيا نشار ثمر اناناس مثلا لطيفة وجميلة حضيف مثلا اقول مثلا مليئة العصيرة والجوسي بعد كم بيقول لهم تفضلي الحساب كله طبعا يعني بيقول لها اجمال حساب عشرين جنيه ككل بليز الشرين يعني اجمال بيكون ثلاثة نقص عشرين يعني سبنتين باونز نادا وي غرانما الجملة ببساطة احب 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 القدوم الى منزلك يا جدت هنا لها كما أنا حقا احب حقا احب حقا في العربي لترجمتين صح لترجمتين صح طبعا عاوز اغير شيء في القملة بحيث تثبت القملة عندي اكتر حول مثلا احب احب لعب 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 احب 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 اكل البيتزا مش شباب مش عمانصر يبق احب احب لعب احب احب القدوم الى منزلك يا جدتي بتقول الجدة او الجدة بتقول احب احب عندما انت تزورني تزورين ندا ابلها كما هي ندا احب ندا بتقول we haven't got a mango tree in our garden we got او we have got يعني عندنا ليا we have بس يعني we have got عندنا we haven't got ما عندناش لا نعمل we haven't got اله we don't have we haven't got a mango tree in our garden at home نحن لا ننتلك مش عندنا شجرة mango في حديقتنا في البيت we have got شوفوا يا شباب ال يعني هذا we have got عندنا we haven't got ما عندناش we have got a lemon tree يعني نحن لا ننترك شجرة mango لكن ننترك ايه شجرة ليمون we have got a lemon tree انا عارفة كده i'm lucky to have one i'm lucky لكي يعني محظوظ i'm lucky to have one انا محظوظة لاني عندي واحدة ليه اه mango tree حنغير حاجة في الجملة التي انتسبت في الجملة اكتر i'm lucky to احب ان او انا محظوظة بانني واجب اي فعل تاني مناسب للجملة مثلا i'm lucky to i'm lucky to مثلا have a car انا اه محظوظ لكوني امنو سيارة i'm lucky to be an انا محظوظ لكوني مصري i'm lucky to 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 have a good friend like you انا محظوظ لأن عندي صديق قيد مثلك يبقى ام لك تو بعد نفعل في المصدر اه بقى قملة بقى كده انا انا محظوظ وكمل القملة would you like to have هل ترغب فيه عشان برضه عشان اعرض شيء على حد قلنا بكده بعد الفعل فيه اسم او هقول له هل ترغب فيه هل تحب ان نحفظ السؤال او الجملة او التعبير ده على بعض بعد الفعل في المصدر بدون اضافات نخلي بالنا من الفعل في او الفعل في المصدر هل ترغبين في الحصول على امانغو الان عشان اعزم ادعو اقترح شيء على حد اقول له مثلا هنا هقول على طول او كله صح هنا لما اقول لكن اوكي طبعا عاوز اعزم على حد بكوبات شاية او بشاية او بعصيل اقول له هل ترغب في تناول البيتزا او هكذا هل ترغب مانغو 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 مهلبية لاحقا يعني عاوز تاكل ايه تاكل مهلبية وجوز الهند مهلبية المانغو مهلبية المانغو وجوز الهند بس ايه بعدين طبعا قلنا قلنا مثلا لو قول لما قول انت عندك تمتلك لكن هل لديك هل تمتلك هل عندك اقول لي في الاول اول هل لديك اي جوز هل هل انت لديك اي جوز هند بعض من السوق هذا الصباح ما من اشرف الام بتقول اشرف يا اشرف عشان اطلب شيء من حد اقول له وبعدين الفعل في مصدر هل هل سوف هل سوف تأتي هل سوف تأتي الى الماركت معايا او للسوق يعني معايا نعم بالطبع yes of course what do we need to buy what do we need to buy ماذا نحتاج ان نشتري what do we need to buy what do we need to buy what do we need to buy ماذا نحتاج ان نشتري يعني عايزين نجيب ايه بتقول له we need to buy we need to buy bread and rice نحن نريد ان نشتري خبز وارز we need to الفعل في المصدر need to يريد ان وبعدين نفعل بدون اضافات we need سيئتي بيقول لها او انا حابب كوشري وليد كوشري it's my favorite المفضل عندي اوكي are there any onions there are يعني يوجد فيه there are pens فيه اقلام لكن are there لسؤال how you got are there any onions in the fridge بتقول له هل يوجد اي بصل في الثلاجة عشان تعمل كوشري طبعا are there any are there any are there any onions in the fridge هل يوجد اي بصل في التلاجة هنغير مثلا كيمة onions خليها مثلا apples are there any apples in the fridge are there any are there any any carrots in the fridge هل فيه اي جزر في التلاجة are there any كذا هل فيه هل يوجد اي كذا مثلا اي 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 كان الحاجة في التلاجة بعد الحاجة بعد في التلاجة لقول لها ما فيش لذلك احنا يحتاج انا بعد الفعل في المصدر لقول لها لذلك عشان كده عشان ما فيش يعني فوق بتقول له اه محتاجين جيبه خبز فلما ما لقوش عندهم لقوش عندهم قال لها ايه زي ما قلت فوق وبصل هنا نلاحظ كذا وكذا وكذا تلات حاجات بين اول حاجتين او بين بينهم لكن الحاجة الاخرانية قبلها الاداهات او الكلمة معنى دادو امل او امال اين كان الاسم العربي بيقول يعني يحصل على او يحتاج حسنا ما الذي نحتاجه هي اعمال ماذا نحتاج ان تكت ماشي هنا ممكن اقول ماذا نحتاج ان ناكل وهكذا بتقول لها ها هو اللمون بقول لها تقول له البيت يكون هناك شكولت شكولت برضو تات الاول الاب بيقول بلا شكولت موجودة في قائمة مشرايات بتاعت ماما مش موجود تقول لا مش مش مكتوبة لكن ممكن احصل على البعض يعني ممكن ااخد شكولت لو سمحت اوكي بات دونت ات قول لها اوكي حسنا لكن لا توقليها حتى اه حتى الا بعد الانتهاء من العشاء يا امل هنا في القوزة ده بيعلمك الاسماء المعدودة والغير معدودة الاول لازم نعرف ايه معنى اسم معدود الاسم معدود هو الاسم اللي ايه الليه مفرد وجامع الاسم المعدود هو الاسم الليه سيجة مفرد وسيجة جامع يعني ايه مانجو ايه مانجو فامرت مانجا جامعها مانجوز ديف بي اس ان اونيون حبة بصلة واحدة جامعها اونيونز ديف ناس في الجامع تجمع عادي فامرت اناناس واحدة. جمعها باينابلز. استجامع. بيضة واحدة جمعها اجز. استجامع. برتقانة واحدة. جمعها اورنجز. جمع. يبقى الاسم بالمعدود له سيجة مفرد وسيجة جمع. هنا لو بصينا على المفرد اللي يقابل له اه او اه احنا اخذنا بكده يا شباب من كيجة حتى. قلنا امتى او امتى او انتو عارفين امتى 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 ا? الاداة ان. نستخدم ان. سواء ا او ان. الاتنين قبل الاسم المفرد. لكن قبل الاسم المفرد. اللي يبدأ بحرف متحرك. والحرف متحرك الخمسة. يبقى لو المفرد الاسم المفرد عندي اوله اي حاجة من دول احط قبله او استخدم بليه بمعنى واحد يعني. لكن لو الاسم المفرد ما بلقش بحاجة من دول قبله اه. مع طبعا في اختلفات مش اه طبعا مش مجالنا او مش الوقتي ان شاء الله ناخدها ان شاء الله ونعرفها لما نكبر ان شاء الله. بس هنا عشان لسا احنا سنة خمسة نعرف انه الاداة ان قبل الاسم المفرد اللي يبدأ بحرف متحرك من دول. اما لو الاسم المفرد مفغوش او مش بيبدأ بحرف من دول. هقول قبله اه هنا الفعل ايه لكمة بنانا ده اسم مفرد اوله بي بي مشتبع دولة وحتى ام مشتبع دولة وقبلها اه. ده بالنسبة لي ايه للاسم او المعدود اللي قلنا ليه مفرد وليه صيحة جامعة ينفع اه اجمعه عادي. او اه ينفع اجيب من المفرد او الجامعة. رايس رايس جوز سلد شوكولت دول اسماء غير معدودة. اسماء يعني اسماء لا تعد. لا تعد يعني ملهاش لمفرد ولا جامعة. يعني عندك مثلا بالعرب كده المياه. المياه. في حاجة اسمها مياية مفرد ولا ميات جامعة مفيش. اسمها مياه او ماء. تمام? نفس كلام مع جميع الاسماء الغير معدودة هي الاسماء التي ليس لها صيجة مفرد ولا صيجة جامعة لكنه عاملة كأنها مفرد. اوكي? مش قبلها اه ولا اه زي رايس جيز جيبنا جوز عصير سلد. اه اه سلطة شوكولت شوكولتة بريد خبز. خبز مش اه مش اه مش لوف رجيف خبز. هنا لوف الرجيف يتعد لكن كلمة الخبز اللي عاجيه نفسها ما ما تعدش. استخدام اني وصم. معنى بعض او شوية حبة يعني اما اني معنى ولا اي شيء. استخدم مع الجمل المثبتة والعرض. طيب الاول هنروح عندي اني العكس اشان نفهم اني في الجمل المنفية. ايه معنى منفية? يعني فيها نط. مسلا دونت دازنت ازنت ارنت هافنت فيه نط يعني. ازن هقول اني. وفي السؤال. وفي السؤال بهال طبعا يبقى مرضو اني. يعني لو جملة فيها نط او في سؤال بهال. هقول اني بمعنى ولا اي. مسلا تشوفوا هنا جملة وبي دونت. وي دونت هاف اني اونينز. ما عندناش اي بصل. دونت. يبقى عشان في دونت. عشان في نط هنا. يبقى قلنا اني. is there any butter in the fridge? هل فيه اي زبدة في التلاجة? زي ما قلنا مشوية برضو في المثال يقول لها مشوية. الجملة قلنا مشوية لما يطلو اه 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 اتلو is there اني اهو? is there any onions? هل في اي بصل? تمام? عشان ده سؤال اهو بهال? يبقى قلنا ايه? قلنا اني. يبقى اني في حالتين في السؤال بهال? وفي النافذ زي ما قلنا او زي ما شوفنا في في الامثلة اللي يقول لها من دلوقتي او من شوية. اما صم في الجملة المثبتة. ايه معنى مثبتة? يعني مش فيها نوت. جملة مفاش نوت. ويه سؤال سؤال. اللهم طبعا هنا برضو ايني في السؤال. لكن صم السؤال بتصم سؤالين بس. طلب وعرض السؤال. لو بسيطة طلب وعرض حقول صم مش ايني. طيب. حنشوف الاول مثال على صم في الجملة المثبتة. ايه او جملة هنا هنا فيها نوت اصلا. هنا 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 في جملة فيها يعني في نوت اصلا ما فيش نوت. يبقى حقول هيها عقول هم. هنا محظم. هنا معها بعض العصير عايز اقول انا معي بعض كذا اقول اي هاف صم. في بعض كزا فيro Saham. اوكي يبقى عادة اقول بعض اقول ليه اقول صم. عشان ما في ش نفي. طب اسسؤال اللي مع صم. قولنا عرضوط طلب زي هو دا سؤال نفرده لاني قالك لا دا سؤال ايه سؤال عرض بعرض شيء على واحدة اقول له كذا دا طبعا اه اه خلي مسلا طلب مسلا ايه ممكن اخد بعض الرزوية سمحتي طالما سؤال طلب وعرض طلب وعرض اقولي سم مش اني لكن لو فيه نفي نوت وسؤال عادي ومشترى بعض هقول ايه هقول اني حنشو كده الجومة ديات اي ايت طبعا هنا ابل تفاحة واحدة ايه سم ابل مع مفرد سم معنها بعض بعض اكيد بعدها جامعة لو ابل هكون سم صح تمام عشان فيش نفي لكن ابل تفاحة مفرد يبقى حول ا او ان لكن ابل اقول حرف الاي والاي حرف متحرك هقول ان ابل نادر دازنت هنا في نوت ايبقى حقول اني على طول جرم اكمل سم هاز كيمة اورنجز اه كيمة اه كيمة اورنجز يعني جامعة ما فاش مفاش اه وان عشان اه وان للجامعة للمفرد وهنا جامعة فحقول عندي ايه او سم ايه لو في نوت فاش نوت هقول سم صارة معها بعض البرتقال ده سؤال عادي ايه بحقول اني والان حان دور اه الاسئلة وحلل الاسئلة على الدرس او سؤال استماع نسمع الجملة ونشوف الكلمة النقصة ده سهل جدا اخطر ربما هنا سؤال احنا قلنا في سؤال اني وصم صح لكن اه اني في السؤال العادي تمام لكن صم في السؤال الطلب العرض والسؤال الطلب العرض زي ما قولهم شوية او اه اه كان هاف كذا؟ هل ترغب في بعض الشيء؟ نحن نكون عشان عندنا نمتلك شجرة مانجو. يبقى غير سعداء. احنا نشرب الحزن عشان عندنا شجرة مانجو. ولا احنا لزاز. ولا اه نشرب الحزن برضو استوكمة ولا لكي محظوظين. ايبقى. ام علي. دي عبارة عن ايه في اكلنا. عبارة عن غدا. دي زيرت. اه اه حلو بعد الاكل التحريع يعني ولا دينار ولا بريك فاست. طبعا دي زيرت. ده سؤال عادي. ايوة ايوة. احنا قلنا معناها يوجد للجامعة. هل يوجد اي جزر? هل يبسأل انجابة يس او نو. هنا عندنا نو نو. هل في اي جزر? نو. هنا في نوت. احنا معدناش اي 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 عشان فينا فينا. يبقى رقم تو ديت. اي انا حابب او عاوز ارغب فيه. عاوز ايه? عاوز ايه? عاوز سم بوتاتوز. and some onions please. number three. ارغب فيه. كشري عالغدا. it's my طبعا my favorite. النهر المفضل لدي. رتل. وانس فور علي كوشري دينر. نبدأ القمه بالفعل علي. والفعل بعد الفعل هو وانس. علي يريد يريد كوشري على العشاء? ولا عشاء عالكوشري? اكيد منطقي هو بيأكل ايه? او عاوز كوشري على العشاء. يبقى علي وانس كوشري فور دينر. وانس كوشري فور دينر. number two. عندنا you would like juice some orange. قلنا لما اه اعزم اه على حد او قدم له شي اكل او شرب بقول له would you like? would you like? هل ترغب في? هل تحب? would you like some orange juice? would you like some? would you like some orange juice? هل ترغب في بعض العصير البرتقال? number three buy juice ya nice pineapple let's. احنا قلنا let's بمعنى هيا بنا بعدها الفعل في المصدر. مصدر الفعل يعني الفعل بدون اضافات. فاحنبدأ ب let's وندور على الفعل. هنا فين الفعل في الكلمات? ايوة الفعل باي اشتري. let's buy نشتري نشتري ايه? نشتري. a nice juicy pineapple. ثمرت اناناس آآ مليئة بالعصير الجميلة. رقم four about mom how apple some buying. احنا قلنا how about على بعضها يعني ما رأيك فيه? بعدها الفعل فيه. how about how about buying some apples? ما رأيك فيه? ما رأيك فيه? ما رأيك في بعض آآ شراء بعض التفاح? مام يا امي. بعد كده الترقيم الجملة اولها اي capital هنا اي ثمون كابيتل هنا في الاخر اخر الجملة الخبرية العادية عشان دي من السؤال. رقم ستة نكتب او فقرة من اربعين كلمة عن هنا بديني سؤالين? السؤال الدولة حيساعدوني في آآ كتابة الجملة. الاول سؤال ليه الطعام الصحي مفيد? what can we get او we eat for breakfast lunch and dinner? ايه الطعام اللي المصح اللي ممكن ناكله على الفطار والغداء او العشاء? ابدأ بالجملة دي ايه I like food. انا احب الطعام. it's important. it is. من المهم. it's important to. من المهم ان. ايبعا عاوز اقول it's important to اقول او عاوز اقول من المهم ان اقول it's important. it's important to eat healthy food. من المهم ان ناكل طعام صحي. it's good for our bodies. good for يعني هام لي. او آآ مفيد لي our bodies اجسمنا. makes us strong. هنا it اللي هو الطعام الصحي. makes us. يجعلنا strong. قوياء. unhealthy food. unhealthy food انهيال الطعام غير صحي. is يكون bad for our bodies. الطعام الصحي الغير صحي يكون bad for. احنا قلنا good for هنا شباب اهو. بيت فور بمعنى مفيد لي. لكن bad for بمعنى ضار لي. bad for our bodies. الطعام الجرصح يكون ضار لي اجسمنا. I eat beans and eggs for breakfast. انا ااكل فول وبيت على الفطار. I eat fish and rice for dinner. انا ااكل ااة ااو اتناول القليل من الشوكولاتة. ممكن اقول I eat и vegetables and fruits. انا اتناول خضار وفاكه. كده خلصنا بالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.